بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم مجددا في الدرس الثاني من الوحدة الثانية وهو استئناف لحديثنا عن علم المعاني علم المعاني أبرز المواضيع التي تندرج تحته هما الخبر والإنشاء ونبدأ أولا بالخبر وهو المبحث الأول الذي خصصناه لتعريف الخبر الخبر هو محتمل الصدق والكذب إذا قلت خبرا اخترع الهاتف في عام 1987 يجوز أن يقول أحدكم هذا خبر صادق ويجوز أن يقول هذا خبر كاذب بينما هناك عبارات أخرى التي هي على سبيل الإنشاء كالاستفهام أو كالنهي لا يصح فيها مسألة الصدق أو الكذب فإذا قلت لا تكتب لا يصح في هذا المقام أن تقول ليس صحيحا لأن مسألة الصدق والكذب لا تنطبق على الإنشاء وإنما تنطبق على الخبر وهو أيضا ما لا يتوقف تحقق مدلوله على النطق به إذن أنت تنتظر مني إذا قلت خبرا أن يكون صادقا أو كاذبا فكل خبر تتلفظ به له نسبتان نسبة تفهم من الخبر ويدل عليها الكلام وتسمى النسبة الكلامية إذا قلت ترع الهاتف عام 1887 فهناك نسبة تفهم من مجرد كلامي هذه النسبة التي تم فهمها تسمى بالنسبة الكلامية وهناك نسبة أخرى تعرف من الخارج والواقع بقطع النظر عن الخبر وتسمى بالنسبة الخارجية مثلا إذا كان يعرف عني الكذب فحتى ولو كان الخبر صادقا فكثير من المستمعين لا يصدقون ما قلت وإن كان يعرف عني الصدق ففي الأغلبية يصدقون هذا فمن أين جاء هذا التصديق أو من أين جاءت نسبة الصدق هذه جاءت من الخارج وليس من العبارة نفسها إذن العبارة تقدم نسبتين على فهم الجملة أو العبارة التي تلفظ بها نسبة تفهم من الخبر ونسبة تفهم من خارج الخبر ويكون الخبر صادقا بتطابق النسبتين الكلامية والخارجية وإلا فهو كاذب يفضل في الخبر أن يقال الكلام في مقام مناسب له وأن تكون عباراته الداخلية صادقة حتى أو يتم التطابق ما بين النسبة الخارجية والنسبة الداخلية وإلا نقول عن الخبر عندئذ إنه كاذب وهناك مبحث آخر في تأليف الجمل الخبرية فلكل جملة ركنان أساسيا الركن الأول هو المسند إليه وهو ما يسمى بالمبتدأ ونحوه كالفاعل المبتدأ دائما يكون مسندا إليه وكذلك الفاعل وإما أن يكون مسندا وهو الركن الثاني المسند وهو الخبر ونحوه كان يكون فعلا وما إلى ذلك وما زاد عليهما من مفعول وحال وتمييز فهي قيود زائدة إلا صلة الموصول والمضاف إليه لكن ما يعنينا نحن الآن هما الركنان الأساسيان في الجملة الخبرية وهما المبتدأ والخبر كما في قولنا إذا قلنا مثلا الأستاذ حاضر فالأستاذ هو المبتدأ وهو المسند إليه بحسب ما ذكرت وحاضر هي الخبر وهي المسند وإذا كانت هذه العبارة هي جملة فعلية مثل حضر الأستاذ يكون الفعل هو المسند والفاعل هو المسند إليه إذن هذان هما الركنان الأساسيان في موضوع الخبر والفكرة الثالثة في هذا الدرس حول الغرض من إلقاء الخبر ما هو الغرض الذي يخرج إليه الخبر الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين الغرض الأول وهو إفادة المخاطب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنت الجملة أو الحكم الذي تضمنته الجملة ويسمى فائدة الخبر ومثال ذلك أن نقول حروب المستقبل جوية فهذه العبارة الهدف منها إفادة المخاطب حكما يجهله أو كالمثال الذي ذكرته قبل قليل اخترع الهاتف في عام 1887 فهذه العبارة الغرض منها إفادة المخاطب أن نعطي فائدة يستفيد منها المخاطب والغرض الآخر إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بهذا الحكم وفي هذه الحالة لا يسمى فائدة الخبر وإنما يسمى لازم الفائدة لازم الفائدة وتختلف لازم الفائدة عن فائدة الخبر في أن لازم الفائدة كأن نقول لشخص أخفى سفره عننا وعلمنا ذلك من شخص آخر نقول له أنت سافرت فنحن في هذه الحال لا نريد أن نفيده بخبر جديد يجهله وإنما نشعره بأننا كنا نعلم ذلك من باب أننا نعتب عليه فعله هذا إذن هناك فائدة الخبر وهناك لازم الفائدة ففائدة الخبر تكون عندما يكون الغرض من الخبر إعطاء معلومة يجهلها المخاطب أما لازم الفائدة فهي لا تفيد المخاطب معلومة جديدة وإنما تشعره بأن المتكلم كان يعلم ما أخفاه عنه المخاطب وربما لا يقصد من إلقاء الخبر أحد ذينك الغرضين بل يلقى الخبر لأغراض أخرى تعرف من سياق الكلام أهمها إظهار الأسف والحسرة مثلا الشاعر يقول هنا الشاعر يتحسر ويتأسف على حاله الذي هو فيه فهذا الخبر أو البيت الشعري ليس المقصود منه إفادة المخاطب معلومة جديدة ولا الغرض منه أنه يشعر المخاطب بأنه يفهم هذا الكلام أو يعرفه بل هنا يظهر الأسف والحسرة والتأسف على حاله ومن أغراض الخبر إظهار الضعف كقول الشاعر قد كنت عدتي التي أعد بها ويدي إذا اشتد الزمان وساعدي فهنا الشاعر يظهر ضعفه من خلال شعره وليس المقصود منه أن يقدم بالضرورة معلومة إلى المخاطب ومن أغراض الخبر التي يخرج إليها الاسترحام والاستعطاف كقول الشاعر رب إني لا أستطيع استبارا فاعفو عني يا من يقيل العثار إذن هذه بعض الأغراض ومنها يمكن أن نضيف عليها التوبيخ كان نقول لشخص نريد أن نوبخه أنت رسبت في الامتحان فعبارة أنت رسبت في الامتحان لا تقال من أجل أن نشعره بأنه أو أن نعطيه معلومة هو يجهلها بل هو يعرف أنه رسب في الامتحان ولكن هذه العبارة قيلت في مقام التوبيخ ومن الأغراض التي يخرج إليها الخبر إظهار الفرح مثل فزت في الامتحان فهذه العبارة يفهم منها أن المتكلم يظهر فرحهم ولا يريد أن يخبر فقط مجرد إخبار أو إعطاء معلومات يجهلها المخاطب ومن الأغراض التي يمكن أن تضاف في هذا المقام التنشيط وتحريك الهمة كقولنا الناس يشكرون المحسن لاستحثاث المخاطب واستحثاث القارئ على أن يفعل أو يحذو حذو هذا الفعل ومن الأغراض التي يأتي إليها الخبر هي الوعظ والإرشاد كما في قولنا المستمد من قوله تعالى كل من عليها فان فهذه العبارة لا يجهلها كثير من الناس بل هي معروفة عند كل المسلمين ولكن الغرض من الإتيان بها هو تقديم الوعظ والإرشاد والنصيحة ومما يمكن أن يقال في هذا الدرس طرق إلقاء الخبر وهي مستمدة من كل ما ذكر فالمخاطب قد يكون خال الذهن ولا يعلم شيئا عما يقال فنسميه في هذه الحال خال الذهن كأن نقول محمد سافر فهو لا يعلم أن محمدا قد سافر فهو في حالة خلو ذهني ولكن إن كان مترددا ففي هذه الحالة نحتاج إلى مؤكدات تثبت شكوكه وتجعله في حكم متيقن كقوله تعالى إن الله غفور رحيم لو كان جديدا على الوعظ لقلنا له الله غفور رحيم ولكنه يعلم الله ويعلم من هو الله فلا نقول له الله غفور رحيم وإنما نقول له إن الله غفور رحيم لأنه في مقام المتشكك فنقوي الكلام بمؤكدات وإن كان أكثر إنكارا أو تشككا نضيف بعض المؤكدات اللغوية كقوله تعالى ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ففي هذه الآية في هذه الآية عدة مؤكدات من بينها أداة التوكيد إنا ومن بينها اللام المؤكدة في الخبر لمرسلون فهذا الحكم الذي يحتاج إلى تقوية بأكثر من مؤكد دليل على أن المخاطبة في حالة الإنكار هذه هي المحاضرة الثانية وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته